متقلبة كانت العلاقة بين إيران والدول العربية منذ أن خطت الثورة خطواتها لعل العراق كان البداية الساخنة ففي عهد الرئيس عضام حسين دخلت العلاقة بين طهران وبغداد منزلقا خطرا مع الحرب العراقية الإيرانية التي دامت ثمانية سنوات ولكن مع الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 استنف البلدان علاقاتهما الديبلوماسية واتخذت العلاقة بينهما منحا إيجابيا تصعوديا ووصل اليوم إلى التعاون العسكري والتجاري والاقتصادي كانت أمريكا رأس الحربة في الحرب على إيران واستفت بعض الدول الخليجية في الخندق الأمريكي ودخلت في عداء مع طهران وإن لم يصل إلى الحرب ولا سيما السعودية التي لم تنعم علاقتها مع إيران بالاستقرار يوما التوتر بين الرياض وتهران تجسد في ملفات سياسية واقتصادية بدأت بعد انتصار الثورة الإسلامية طهران اتهمت الرياض وبعض دول الخليج بدعم بغداد والسعودية اتهمت طهران بتصدير الثورة وتصاعدت الأزمة بين الطرفين إلى اتهام إيران للسعودية بدعم الإرهاب فيما تتحدث السعودية عن دعم إيران للحكومة السورية ولأطراف في اليمن واللبنان والبحرين كما اصطفت الرياض بقوة بوجه الاتفاق النووي عام 2015 حالة التوتر بين البلدين وصلت إلى القطيعة بعد حادثة ميناء التي قضى فيها آلاف الحجاج الإيرانيين ومات لها من احتجاجات ضد السفرة والقنصلية السعوديتين في تهران ومشهد كما أضيف إلى حادثة ميناء إعدام السعودية لشيخ نمر النمر في المقابل توجهت دول خليجية إلى توطيد علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إيران كالإمارات وسلطنة عمان على صعيد العلاقة مع مصر سعت إيران دوما إلى توطيد علاقاتها مع القاهرة بالرغم من مساعي الولايات المتحدة وإسرائيل لمنع ذلك إلا أن النموذج الأمثل للعلاقات الثابتة والمميزة كان ومازال مع سوريا ولبنان وفلسطين العلاقة منذ عاد الرئيس الراحل حافظ الأسد كانت مميزة مع تهران كما دعمت الأخيرة القضية الفلسطينية ووقفت إلى جانب حركات المقاومة بوجه إسرائيل كحزب الله وحركتي حماس والجهاد وغيرهم من المقاومين ولم تخفي الإيران مد جسور التواصل مع الدول المغرب العربي ولا سيما مع الجزائر وتونس حيث تشهد العلاقات حالة انتعاش في المجالات التجارية والاقتصادية وحتى السياحية ترجمة نانسي قنقر